أول ما قلنا كابتن طارق سليمان معانا النهاردة والسؤال واحد من كل الناس سألنا كابتن طارق ماله محمد الشناوي إيه اللي حصل في محمد الشناوي هل محمد الشناوي أصلا عنده مشكلة ولا ما عندهش شفت إزاي محمد الشناوي في مصر بص يعني من فترة بسيطة كنا بنلعب سانداونز هنا في مصر ويتعديلنا اتنين اتنين وسانداونز عالي مبارك كبيرة جدا جدا وكنا ممكن نقصر مباركة ثلاثة واربعة سهل جدا جدا وشفنا فرقة كبيرة وفرقة عندها عناصر كتير كويسة وفرقة بتطلع بكرة من تحت ومصر عليها فمن هنا انت شفت إن في فرقة لما تروح تلعبها هناك مش هتبقى فرقة سهلة مش كده ولا لي صح شفنا الكلام ده هنا صح ولو لا تقلق محمد الشناوي هنا احنا كنا قسرنا المباراة هنا قبل ما نروح نلعب قبل ما نروح سانداونز قبل ما نروح جنوب أفرق صح ولا أنا بكلم غلط الشناوي هنا لأ طالق العامر المختلف على الشناوي لا ما نعرف لا أنا بس إيه يعني أنا بس عايز أتكلم في كام نقطة طبعا خاصة بالموذج الفني وباللعيبة وبالشناوي يعني مش عايزين إيه فأنت شايف إنه الشناوي بتعالك في مباراة الكاهرة وهو كان سبب إن الأهلي ما يخسرش ثلاثة أربعة من صنداوت طبعا يعني يعني والنتيجة واحد صفر الشناوي شال جوال كانت ممكن تبقى اثنين وتلاتة وبعدها حتى ببقيت يعني متنظمة حسن من كده دفاعيا لازم طبعا دفاعيا والناس اللي في نص الملعب كان لازم بتلعب ممكن تلعب بتلاتة صفندرات هقولك على حاجة 2006 احنا خدنا بتلطة أفريق 2006 طبعا مش كأه مع النادي الأهلي طبعا بيجون أبو تريك طبعا ماتش سباكسي احنا جبنا جول في وقت الضايع صح فاكر مانو الجزي لعب كان من دفندر في نص الملعب كان تلاتة كان تلاتة ممكن هي القصة لو تسمح لي قصة مش تلاتة بس على قد ما هي قصة واجبات واجبات اه هو الواجبات بتلاتة دول ما كانش موجودة في محصة ندور كان لأ أنا جايلك معظم اللعيبة كانوا في حالة سيئة يعني معظم اللعيبة في المباراة كانوا في حالة سيئة وكنا في الحين الملعب قوي يعني من العب بننا من 18 لل 18 المفروضة الفرقة زي هذه تدائل مساحات طبعا الفرقة زي ما انت شايف كيف تنقل كرة وبتعرف توصل بشكل كبير جدا وبنقلو في المساحات ديئة جدا فانت كمان تبسع له المساحات وتمطي ملعب من 18 لل 18 فكان ممكن الفرقة النتيجة يزيد عن كده كمان يعني لو لا ربنا سبحانه وتعالى ان المقرام ما تخلصتش كان ممكن يجي سادس و سابع سهل جدا يعني